بسم الله الرحمن الرحيم هنبدأ في المحاضرة دي نبص كده على النظام الرأسمالي اللي هو باعتباره أول نظام اقتصادي يتم تطبيقه في أعقاب انتهاء الثورة الصناعية ونشوف النظام الرأسمالي ونشوف أيضا النظام الاشتراكي ونعرف إيه الفرق بينهم نبدأ كده أول حاجة بأسباب ظهور النظام الرأسمالي أول سبب ازدياد نفوذ طبقة التجار ازدياد نفوذ طبقة التجار طبعا نتيجة لزيادة حجم الإنتاج ورؤوس الأموال السبب التاني الاكتشافات الجغرافية الجديدة اللي هي اكتشاف طبعا قارة الأمريكتين أمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واكتشاف الذهب والفضة في القارة دي واستخدامهم في الصناعة كمواد خام بالإضافة إلى الاستفادة من المناطق المكتشفة دي واستخدامها في تسويق المنتجات وده طبعا بيساعد على زيادة حجم الإنتاج بشكل أكبر وإحنا عارفين إن كل ما زاد حجم الإنتاج انخفضت تكاليف الإنتاج السبب التالت السبب الأخير من أسباب ظهور النظام الرأسمالي هو التطور التنظيم الصناعي وانتقال الصناعة من صناعات حرفية بسيطة إلى صناعات كبيرة يبقى لقدامي دول أربع أسباب مهمين جدا هما اللي أدوا إلى ظهور النظام الرأسمالي طب تعالوا نقيم النظام الرأسمالي كده يعني إيه نقيم؟ يعني نحط إيجابياته وقصة سلبياته إيه إيجابيات النظام الرأسمالي أو السمن بتاعته؟ أول حاجة الملكية الفردية الملكية الفردية يعني الفرد هو من يتملك وبالتالي طلبه هو من يتملك إيبه هو عنده القدرة على اتخاذ القرار إيبه هذا الشخص أو الفرد هو من يتخذ القرار بس تخلي بالك لما كلمك عن رأسمالية حرة وقولك الفرد يتملك مش معنى كده أن الدولة لا تتملك لا الدولة بتتملك بس نسب بسيطة جدا تتملك المباني الحكومية وتتملك بعض الأراضي الموجودة في الدولة لكن الملكية الأكبر لمن؟ للأفراد لكن للأسف لما جم يطبقوا الكلام ده في الواقع جينا نطبق نظام الرأسمالي وطبقنا الملكية الفردية وجدنا أن الملكية الفردية تحولت إلى سوء توزيع دخلي لصالح مين؟ لصالح طبقة الملاك الناس اللي بتتملك ديه الناس اللي بتتملك المشروعات هم دول اللي سيطروا على النسبة الأكبر من الدخل وحصل تفاوت في توزيع الدخل القومي وحصل سوء توزيع الدخل وعدم عدالة فيه أيضا كان من أهم سمات النظام الرأسمالي أو الإيجابيات اللي هما شايفين أنها ممكن تتحقق من هذا النظام هي الحرية الاقتصادية وكلمة حرية تعني حرية منتج وحرية عامل وحرية مستهلك حرية المنتج في أن ينتج السلعة اللي بتحقق له أعظم ربح ممكن حرية العامل في أن يختار العمل اللي بيحقق له أكبر منفعة ممكنة حرية المستهلك في أنه هو يستهلك السلعة اللي بتحقق له أحسن أو أكبر أو أعظم إجباع ممكن ولده لو حصل أن كل منتج حقق أعظم ربح وكل عامل حقق أكبر منفعة وكل مستهلك حقق أقصى إجباع فده هيؤدي في النهاية لتحقيق الرفاهية الاقتصادية عشان كده هما كانوا متصورين أن النظام الرأسمالي الحر بيؤدي في النهاية لتحقيق الرفاهية طب ده ما تحققش؟ تعالي نشوف في الواقع العاملي لما جم يطبقوا النظام الرأسمالي وجدوا أن هذه الحرية تحولت إلى حرية وهمية يعني إيه؟ يعني ما تحققش منها غير حرية المنتج هو الوحيد اللي عنده الحرية الكافية أنه يختار السلعة اللي بتحقق له أحسن ربح لكن العامل مجبر على العمل اللي قدامه بالأجر اللي معروض عليه حتى لو الأجر ده هو شايفه غير مناسب المستهلك مجبر على استهلاك سلعة معينة قد لا يرغب فيها للا أنها في حدود الدخل بتاعه عشان كده مع التطبيق العملي وجدنا أن الحرية الاقتصادية دي لم تكن بالشباكل اللي هم صوروه ولكنها كانت حرية وهمية أيضا تصورنا أن النظام الرأسمالي به حافز منافسة مهم جدا وجود عدد كبير جدا من المنتجين بينتج نفس السلعة فهيتنفسه مع بعض فلما يتنفسه مع بعض هيتنفسه إزاي؟ كل واحد فينا يحاول يقلل سعر السلعة بتاعته عشان يجزب أكبر قدر المستهلكين يشتروا منه هو وإن ما كونش السعر وهنبقى على سعر واحد فهل المنافسة هنا بتاخد الشكل أن كل واحد فينا بيحاول يحسن جودة المنتج بتاعه وفي النهاية سواء هنقلل السعر أو نحسن الجودة في النهاية كل ده بيصب في صالح المستهلك الفكرة دي كانت فكرة جميلة لكن في الواقع هل ده تحقق؟ لا في الواقع المنافسة اللي احنا كلمنا عنها تحولت إلى احتقار وجدنا أنه منتج أو منتج أسفق كبير جدا مع فلوس كتير بدأ يعمل ايه؟ بدأ يشتري المنافسين ليه لغاية لما أصبح هو المنتج الوحيد لهذه السلعة وطالما هو المنتج الوحيد لهذه السلعة فأصبح عنده أو له الحق في أنه يبيحها بأعلى سعر وبأقل جودة وده ضد صالح المستهلك أيضا تصورنا أن تطبيق نظام رأس مالي بيحقق تفعيل لجهاز التمن أو ألية التمن يعني إيه جهاز التمن أو ألية التمن؟ يعني أسعار أي سلعة تتحدد وفقا للعرض والطلب وبدون تدخل الدولة وقاللنا كده قاللنا لو جهاز التمن اشتغل والأسعار تحدد وفقا للعرض والطلب وبدون ما الدولة تتدخل فده معناه أن التوازن سوف يتحقق وعلشان كده سمي النظام رأس مالي باقتصاد التوازن لأنه يترتب عليه تحقيق التوازن التلقائي في حالة أن الدولة ما تتدخلش في تحديد الأسعار ولكن في الواقع ما تحققش الكلام ده لم يتحقق التوازن لأنه وجدنا أن إحنا لما جينا نطبق نظام رأس مالي حدث التقلبات اقتصادية يعني إيه تقلب اقتصادي؟ يعني عدم تحقيق توازن أو استقرار في الاقتصاد القومي يعني الاقتصاد القومي ما بين شوية رواج وشوية كاسات نتيجة عدم توقع حجم الطلب فلم تتحقق أو لم يتحقق التوازن المطلوب آخر حاجة كنا بننشد أن إحنا نحققها من النظام الرأسمالي وتحققت فعليا وهو حافز الربح زي ما اتفقنا أن حافز الربح ده حافز مهم جدا في الدول التي تطبق النظام الرأسمالية ليه؟ لأنه المحرك الأساسي للنشاط الاقتصادي عن طريق توجيه الأمثل لعناصر الإنتاج يعني إيه توجيه الأمثل لعناصر الإنتاج؟ يعني أنا هوجه عناصر الإنتاج بتاعت الإنتاج السلع التي تحقق أعظم وأكبر ربح ممكن ده التقييم اللي اتعمل للنظام الرأسمالي وطبع زي ما حررتك شايف نتيجة للسلبيات اللي ترتبت على تطبيق هذا النظام في الواقع بدأوا يفكروا في أنهم يضعوا نظام أمثل فكان النظام الاشتراكي إيه هو النظام الاقتصادي الاشتراكي؟ النظام الاقتصادي الاشتراكي هو سيطارة الدولة على كل عناصر الإنتاج المتاح وطالما الدولة مسيطرة على كل عناصر الإنتاج فده معناه اتخاذ كافة القرارات الاقتصادية يبقى الدولة هي التي يحق لها اتخاذ كافة القرارات الاقتصادية طب إيه سمات النظام الاشتراكي؟ أول سمة الملكية العامة لوسائل الإنتاج وهي تعني أن الدولة هي التي تمتلك كل عناصر الإنتاج ليه الدولة تمتلك كل وخد بالك من كلمة كل دي؟ كل دي يعني إحنا ما تكلمنا في النظام الرأسمالي قلت لك ملكية فردية قلت لك الأفراد بييمتلكوا بس الدولة هي الأخرى تمتلك ولكن نسبة بسيطة هنا الوضع مختلف في النظام الاشتراكي الدولة تمتلك كل بمعنى 100% من عناصر الإنتاج ما فيش ملكية خاصة تماماً ليه بقى تمتلك كل عناصر الإنتاج؟ عشان تستحوذ على كل عوائد عناصر الإنتاج تاخد كل العوائد طب تاخد كل العوائد ليه؟ علشان تقوم بتوزيع هذه العوائد بعدالة بين أفراد المجتمع يبقى في رأينا كده لما جاءوا يحطوا هذا النظام قالوا أنها خلي الدولة هي التي تسيطر على كل العناصر عشان تاخد كل العوائد عشان توزحها هي بعدالة بين أفراد المجتمع ما بقاش فيه تفاوت في توزيع الدخول السمة التانية من سمات النظام الشراكي هي جهاز التخطيط المركزي يعني إيه جهاز تخطيط مركزي؟ جهاز التخطيط المركزي اللي بيقابل جهاز التمن اللي كان شغال في النظام الرسمي جهاز التخطيط المركزي بيعني أن تقوم الدولة بوضع خطة مركزية تحدد فيها أنواع السلع وحجم الإنتاج من كل سلع والمواد الخامل المستخدمة في الإنتاج وأسعار هذه السلع يبقى كل حاجة الدولة بتحددها مش سايبة حاجة لحد الدولة هي التي تقوم بتحديد كلش عن طريق إيه؟ عن طريق هذه الخطة المركزية يبقى اللي بينحكم هنا هو مين؟ هو جهاز اسمه جهاز التخطيط المركزي طب تعال نشوف إحنا قلنا أن النظام الرسميلي واللي كان موجوده واللي كان سائد وبعدين ظهر النظام الاشتراكي إزاي تم التحول من الرسميلي الحرة للاشتراكية الكاملة؟ أو إيه هي أسليب التحول من الملكية الخاصة اللي كانت موجودة للملكية العامة؟ في عندي أسلوبين مهمين الأسلوب الأول ممكن يتم التحول ده عن طريق حاجة اسمها التطبيق الفوري من كلمة فوري كده يعني كل مرة واحدة فوري يعني إزاي تتم يعني مصادرة الملكية لجميع المشروعات مرة واحدة وممكن التحول ده يتم عن طريق الأسلوب التدريجي يعني قرار تأميم بعض المشروعات مقابل تعويض عادل وبعد فترة نقوم بتأميم جزء آخر وهكذا حتى تتحول كل الملكية العامة إلى خاصة طب إيه هي مساوي النظام الاشتراكي أو عيوب النظام الاشتراكي؟ أول عيب عندي طبعا بقولك كل حاجة في إيد الدولة دولة هي اللي بتحدد كل حاجة هي اللي بتحدد دنوع السلع هي اللي بتحدد المؤد الخام حتى المستخدمة في إنت كل سلع هي اللي بتحدد أسعار كل سلع هذا معناها إيه؟ معناها تقييد الحريات ما فيش حد عنده حرية في أي حالة خالص وبالتالي تقييد الحريات معناها ما فيش رفاهية اقتصادية يبقى هذا النظام لا يحقق الرفاهية دي نمره واحد نمره اتنين إلغاء الملكية الخاصة ما فيش ملكيات خاصة وطالما ما فيش حاجة بتاعتي أنا ما فيش حاجة بملكها أنا يبقى ما فيش حافز على أن أنا أنتك أو أبدع وطالما ما فيش حافز على الإبداع والتطوير والتحسين فده معناه انخفاض كفاءة الإنتاج يبقى دول التلات عيوب اللي ترتبوا عن نظام الاشتراكي ومن ثم لما نيجي نبص كده آدي النظام الراسمالي وآدي النظام الاشتراكي اللي اتنين عند التطبيق العملي ليهم في الواقع وجدنا أن هما اللي اتنين ليهم عيوب هما اللي اتنين ليهم عيوب طب نتصرف إزاي هنعرف إن شاء الله حضرة اللي جاية شكرا السلام عليكم اشتركوا في القناة